دكتور محمود يمكن حضرتك إيجابة حضرتك كمان بتشير لأداء المرشحين يعني أداء حاملات المرشحين حتى بما أننا فيه وقت دعاية الانتخابية بالفعل حضرتك تحدثت عن فكرة وجودهم في الشارع إلى حد كبير وحتى فكرة المواجهة مع الناس وتعرفهم عن أحزابهم اللي بيمثلوها لكن بالإضافة للمقصتين لحضرتك ذكرتهم إيه كمان رؤيتك وتقييمك لأداء المرشحين فكرة أن هم ينزلوا للشارع ويعرفوا المواطنين برامجهم ويعرفهم أكتر حتى عن أحزابهم اللي بيمثلوها يعني فكرة طبعا أن زوء للشارع في حد ذاتها أكيد بتمثل إضافة للمرشح وإضافة للحزب لأن الممارسة الحزبية في الغرف المغلقة أو في الغرف المكيفة لا تقدي ولا تقدي بأي سمار لكن خلينا نقول وإحنا في الفترة اللي فادت دي لحظنا أن الناس إما بعض الأحزاب إما بتمارس من خلال التنظير يعني الناس تطلع تنظر كده في الهواء الطلق بدون ما عارفين رأي الشارع إيه أو بتمارس بتعتمد على رأي الشارع أنه هو رأي السوشيال ميديا وده خطأ فادح بيقع فيه للأسف كثير من الأحزاب لأن السوشيال ميديا كلنا عارفين هي انطباعات أو الأمر الثاني أنه ممكن يكون معظم أصلا ما بيروحش الانتخابات وممكن يكون جزء منها لجانء إلكترونية بتقودها جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة فما تدريش حقا انطباعه وده دليل مثلا أنه في الفترة اللي كان نازل في 2014 لما نزل الرئيس سيسي والأستاذ حمدين صباحي في انتخابات 2014 فكنت تشوفي السجال على السوشيال ميديا تعتقد أن الأمور قريبة لكن في السندوق الانتخابات الأمور كانت بعيدة تماما أو الفرق كان كبير جدا فدي فرصة للأحزاب أنهم ينزلوا الشارع يختلطوا بالشارع والشارع المصري شارع متنوع إحنا زي ما حرارك قلت في الأول 67 مليون ناخب وبالتالي على محافظات عديدة وبالتالي فيه تنوع عديد ما بين مشاكل المدينة المشاكل القرية مشاكل الصعيد مشاكل الدلتا مشاكل القبائل في سينة وفي مطروح وفي الوادي الجديد يعني كل مكان ليه سيمة وكل مكان ليه مشاكله المفروض المرشحين يقتحموا هذه المشاكل بيقربوا بالناس أكتر شاء الله ما ييجي بعد كده يتكلم عن الشارع يبقى عارف إيه هو الشارع للأسر أنا بشوف ناس كتير قوي بتتكلم عن الشارع المصري واني ممكن شفناها بعد صورة يناير ناس كتير تتكلم عن الشارع المصري يعني تقريبا ما يعرفوش شارعين ثلاثة في مصر ولا يعرفوا حتى عشرين واحد في مصر ممكن يتكلموا معهم للأسف البعض بيتقصل للسوشيال ميديا والبعض بقى عبيد السوشيال ميديا بيكتبوا التويتات أو البوست على مزاج اللي جان أو الناس اللي هم جمهور السوشيال ميديا اللي هو بشكل أو بآخر كان مختلف عن الجمهور العادي وده يا فندم ما بيعكسش مزاج الشارع العام يعني فكرة السوشيال ميديا ما بتعكسش كل الاتجاهات أو الأراء الموجودة حتى في الشارع بشكل مباشر